كان رئيس الحزب المصري الديموقراطية فريد زهران قد حضر لمقر الهيئة يرافقه أعضاء حملة الانتخابية وبحوزتهم أوراق الترشح والتي تضمنت تسكيات من أعضاء بمجلس النواب وعددها 30 تسكيات قام زهران بتوقيع الإكرارات الخاصة بطلب الترشح في الانتخابات الرئاسية هذا وقد قدم تقرير التشفى الطبي والمستندات القانونية المنصوصة عليها لقبول أوراق الترشح ترجمة نانسي قنقر